قالوا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وكاد سنني أنا شيعي يا شيخ نشدتك الله نشدتك الله باش الخطل لله تفصل عليه نشدتك الله والله يا شيخ أنا أولا اليوم يجد أحكي مع بعض أنا أولا مسلم سني الحمد لله اليوم صارت معي قصة مبارح تمام كنت ماشي كنت ماشي بي واحد شيعي بيقول يقول العباس أبو فضل وقلت له يا أخي لماذا تحذف بالله أما تعلم من حرفة غيرها فقد كفت وأشرك قال أنت من أتباع ويد إسماعيل قلت له والله ويد إسماعيل ما تطلعون من نغطب بحر وعندما يجيكم بكلام وأنتم تجون غير كلام قلت له أبو بكر كذا وكذا وقلت له أبو بكر يا ريت تصل أبو بكر أنت فصار خلاف بيني يا شيخ كنت ما يقول لي أبو بكر أبو بكر أبو بكر قال سبحان الله قال لي وأول مرة بحياتي أقسم لك الله أول مرة بحياتي أشوف أبو بكر صديق كل ما نال سبحان الله أول مرة والله يا شيخ أول مرة بحياتي سبحان الله قلت له يوم شفته يعني والله إرتباك كنت ما تتلبكت قلت له أبو بكر سلام والله عليك وعليكم السلام قلت له قال لي قلت له والله يعني معرفة كلمة خلي يقول لي وليد الحرف الواحد اسمع إسقال قال يقول لا أبو بكر صديق ولا اسمع العالم ولي أول مرة في حياتي أشوفه أول مرة نحيف غائر العمي يعني يعني والله يغصوه حتى اليوم للعمل ما رحت والله قلت له أتكلم معك دعوتي والله وارجف قال لي قلت له وليد قلت له لماذا لم أأتي النبي قال سيأتي قلت له متى قال سيأتي فقط قلت له وليما لم أأسوه غيرك قال سيأتي سيأتي ولكن قل لي وليد قل النبي اسمعك بالدافع قلت له وما الدافع يعني لما أفهم عليك قال قل الدافع عني وعن عرضي وعن الصحابة في الحرف في الحرف الواحد اسمعوا يا عالم أبو بكر قال لي قل لي وليد أنك أسماك بالدافع الدافع وبعدين اختفى والله كنت أتمنى أرى النبي ولكن لم أرى النبي أبدا قال سيأتي وقل لي كل وليد وليسمع الشيعة كلهم قال قل لي وليد أن النبي اسمعك بالدافع الدافع عنه وعن الصحابة وعن عرضه وعن ابنتي بالحرف الواحد يا شيخ حسن الله لأخلاص هذا كل يوم يا داي يعني والله يعني لو يعني لو مو محبة ديك لي ساعة حاول أتصل عليك ولكن ما نقدش ولكن بشر العالم والآن من بركة الكريم أن أسماك بالدافع ومن يوم ريح ما صار غير بالدافع الدافع الدافع عن النبي وعن سنة وعن أصحاب النبي وشكرا يا شيخ أحبك في الله حبك الله ربنا ملك بي أزاك الله خير السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم